مصر تحركت على أعلى مستوى من القيادة السياسية تحركت قواتنا المسلحة وعملية التأمين عملية الانتقال وتأمين وصول أفراد البعثة سالمين غانمين همدل على السلامة إلى أرض الوطن موجودين الآن قدام حضراتك وهو هذه الطائرة التي نقلت أفراد الجالية المصرية من أفغانستان وعادوا بسلامة الله إلى أرض الوطن كما نتابع على الهواء مباشرة هذه الطائرة التي أقلت بعثتنا والذين عادوا جميعا سالمين الحمد لله الحمد لله وحمد الله على سلامة الرجال والأبطال الذين مكسوا طوال الفترة الماضية في ظل وقت صعب جدا في أفغانستان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا سيد الرئيس شكرا دائما السيد الرئيس حريص بيشوف في كل مكان في كل الصعاب سيد الرئيس هذه الأمور سريعا تتحرك الدولة وتحرك الرئيس الرئيس يتحرك دائما في كل موقف وكل أزمة تجد هذا الرجل موجود مع أبناء مصر في وهان تحركت مصر وكانت أول دولة تنقل رعاياها لما حدث كورونا كانت تحركت مصر وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن يتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا لعادة أولاد مصر أيضا إلى أرض الوطن سالمين غانمين في ليبيا نفس الحكاية في غيرها في أماكن كثيرة جدا تتحرك الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك وتكون التعليمات واضحة وتوجهات واضحة بعودة كل المصريين سالمين غانمين وعودة كل الجالية المصرية ومعها البعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية إلى أرض الوطن بسلام قواتنا المسلحة الباسلة ورجالها البواسل قاموا بأعلى مستوى من الأداء والاستعداد والتأمين لإعادة البعثة المصرية كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزي نقول لحضراتكم الموقف الآن واضح أصبح واضحا أنت دولة ما ينفعش أبدا إلا أنك ترجع ولادك كلهم واحد واحد عايزة أقول لحضراتكم معلومة كمان أمريكا في عدد كبير جدا بيدوروا عليه في أمريكا أنا بكلمك على أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية عندها رعاية بيبحثوا قادي عودة أول وصول لولاد مصر حمد الله على السلامة الجالية المصرية أول وصول لهم ونزولهم إلى أرض الوطن معهم البعثة بعثة الأزهر الشريف أيضا زي ما احنا نتابع حمد الله على السلامة ودائما تحيا مصر أدي رجال بعثتنا الجالية المصرية أيضا البعثة الأزهرية كما نتابع حمد الله على السلامة إجراءات صحية وقائية نطمئن على درجة الحرارة إجراءات وقائية حمد الله على سلامتكم جميعا بعثة الأزهر الشريف أيضا تعود مع الجالية وعالم مصر ودائما تحية مصر برجالتها برئيسها بشعبها العظيم بجيشها العظيم بكل أبطالها ورجالتها حمد الله على السلامة إذن عودة أفراد الجالية المصرية واستقبال أبطالنا بالورود كما نتابع نعم حمد الله على السلامة وهذه أول مشاهد وأول لقطات لعودة رجالتنا وبعثة مصر من أفغانستان رجعوا من أفغانستان قدام حضراتكم واستقبال لهم من جانب أبطالنا وقادتنا وقادة القوات المسلحة الذين يصافحوا أفراد البعثة بعد عودتهم بسلامة الله وطبعا مع الأطقم المختلفة وبالورود حمد الله على السلامة لحظة مهمة جدا مصر بترجع أولادها مصر تعيد أولادها رئيس مصر أعاد أولاد مصر إلى أرض الوطن بسلام زي ما احنا بنتابع والورود وقواتنا المسلحة بالورود تستقبل الأبطال واحنا بنتابع على الهواء مباشرة ويكون معنا كمان زميلنا هنا نحاس حالا على الهواء مباشرة من قاعدة شرق القاهرة العسكرية عشان ينقل لنا هذه المشاهد والتقل كمان عددا من من العائدين من أفغانستان من الجالية المصرية اللي احنا بنقول لهم مرة تانية حمد الله على السلامة حمد الله على السلامة سلامتكم مصر دايما في أمانة كل واحد مصر ان شاء الله دائما سالم غانم الجميع في أمن وسلام ويعودوا الرجال البعثة الأزهرية بعثة مصر من الأزهر الشريف أيضا تعود على متن الطائرة العسكرية التي أقلتهم إلى هنا إلى أرض مطار قاعدة شرق القاهرة العسكرية وننتظر أيضا هذه اللحظات المهمة وكل من من يأتي يتم أيضا استقباله بورود من جانب رجال القوات المسلحة في قاعدة شرق القاهرة يصافح المجموعات العائدة والجالية المصرية أفراد الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية الذين كانوا في أفغانستان نتابع والزميل هاني النحاس يكون معنا حالا على الهواء مباشرة هناك أعلى مستوى من التأمين والأداء الذي لاستقبال البعثة المصرية التي تعادت بسلامة الله دائما وحمد الله على سلامتهم هيكون معنا الزميل هاني النحاس على الهواء مباشرة هاني أولى مساء الخير حمد الله على السلامة وصفين المشهد الرائع ودائما هذه مصر وهذا هو رئيس مصر مساء الخير يا سيد أحمد ومساء الخير على كل سادة المشاهدين بنحية خضراتكم من قاعدة العسكرية الآن وقبل دقائق وصلت بالفعل طائرة عسكرية وبناء على توجهات سيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة تلك التوجهات التي صدرت لي القوات المسلحة بإعادة البعثة المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان على متن تلك الطائرة العسكرية التي وصلت قبل دقائق وصل أعضاء البعثة المصرية والآن وطبعا تم استقبالهم من جانب القيادات العسكرية بالورود ووصلت الطائرة بسلام تلك الرحلة التي استغرقت ما يقرب من تسع ساعات يعني كما نرى في المشهد كذلك القوات المسلحة كانت مستعدة تماما بالضاقل عن طريق تلك الطائرة العسكرية وتم تجهيز الطبي يعني هنا على متن الطائرة فور وصول أعضاء الجالية المصرية كان هناك طب